يعني خليني أبدأ من حضرتك في البداية بتحول المركبات للعمل بالوقود إن هي تكون أو نبدأ نخليها بتعمل بالكهرباء خطوة زي دي عشان برضو الناس تكون فهمها هي خطوة مش سهلة أكيد مكلفة وليها أهمية عايزة حضرتك برضو تقول لنا إيه أهميتها والتكلفة اللي هيمكنها تنفقها الدولة المصرية وليه إحنا اخترنا هذا التوقيت التحذيذ أن إحنا نبدأ في هذا الاتجاه تمام طبعا إحنا لسه خارجين من مؤتمر المناخ وشايفين التحديات اللي بتقابل العالم كله في موضوع الإنبعاثات الملوسة للبيئات المختلفة ومن ضمن الحاجات اللي بتتساهم بنسبة كبيرة في التلاوث هي عملية التحرك أو الترانسبورتيشن التنقل من مكان لمكان لإذا كان بني أدمين أو بضاء وبالتالي حصل تواجه في العالم كله أن احنا نحاول يقللوا الاعتماد على الوقود الإحفوري أو الوقود اللي هو البنزين أو السولار أو حتى يعني بعض الحاجات اللي هي محاولة إلى الغازة طبيعية الغازة طبيعية هو وقود نظيف ولكن احنا بنبص على فكرة إزاي نحنا نقلل استخدام الوقود الإحفوري ده من فترة إلى أخرى طيب بالنسبة للعالم كله بدأ يوصل إن احنا توصلنا لمرحلة إن سنة 2035 أوروبا أخذت قرار إن مش هيبقى فيه مبيعات خالص للسيارات ووقود الاحتراق الداخلي وهيبقى بس كل الموضوع بالسيارات الكهربية فقط طيب التوجه ده العالم كله رايح له وبالتالي بدأت مصر تأخذ خطوات في هذا الاتجاه الخطوات دي بتؤدي إلى إن احنا محتاجين نراجع إزاي إحنا عندنا مرحلة الإنسنتف للترخيص بتاعة العربات الكهرباء الانفرستركشور أو البنية التحتية اللي موجودة في مصر اللي هي تخلينا نقدر نوصل الكهرباء لكل أماكن المختلفة نقدر نشحن فيها العربيات وبالتالي في تحديات كبيرة على الدولة المصرية إن احنا نوصل لمرحلة نحب عندنا سيارة كهربية ماشية في الشارع وعندنا أماكن كفاية إن احنا نقدر نشحن منها من غير ما يأثر على الشبكة الكهربية الأمومية هتكلم حضرتك يا دكتور في التحديات بشكل مفصل بس يمكن حضرتك قلت نقطتين دلوقتي مهمين جدا ومتعلقين ببعض النقطة الأولى إن احنا يستخرجين من مؤتمر المناخ ويمكن كل الناس اللي تبعت مؤتمر المناخ أو تبعت التحضيرات اللي حصلت في شارم الشيخ احنا شفنا مركبات كتيرة أوتوبيسات تاكسي كانت مركبات صديقة للبيئة وشفنا التحدي اللي حضرتك بتتكلم فيه إن فيه محطات كانت موجودة عشان العربيات دي أو متوفرة بشكل كبير جدا في شارم الشيخ تحدي زي ده إن الدولة المصرية تقدر إن هي تحققه في التوقيت الزمني ده هل ده بيعكس إن فيه فعلا زي ما بيقال جهود دقوبة فيه إصرار على إن احنا نصل للأهداف المرجوة من التحول نحو المركبات الكهرباء أو الصديقة البيئة طبعا يمكنه هو ده كان تحدي كبير في منية شارم الشيخ وإن إحنا نوصل إن إحنا نقدر نوصل بعدد أوتوبيسات كهرباء بمصنعها في مصر وإن إحنا نقدر نوصل إن فيه فليت من أو عدد كبير من العربيات اللي هي حجمها صغيرة تقدر تنقل زي التاكسي يعني في وقت قليل وإحنا نقدر نعمل محطات ومش بس محطات بتستعمل المحطات العادية لأ ده فيه محطات بطاقة متجددة زي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح نستخدمها لشحن هذه السيارات وبالتالي ده كان تحدي كبير جدا ومصر قدرت تنجح في ده في المرحلة بتاعة شارم الشيخ يمكن التحدي هيبقى أكبر لما نيجي ننتشر على مستوى أماكن فيها كسافة سكانية عالية زي محافظة القاهرة مثلا أو محافظة الجيزة أو حتى لو نوصل لجنوب الوادي في الصعيد هيبقى عندنا برضو تحديات أكبر وبالتالي هو دي زي بزرق أو نواية نقدر ننطلق منها ونقول اه احنا فعلا نقدر ومحتاجين نحط الخطة الطموحة أن احنا نقدر ننتشر انتشار عرضي وطولي في عنحاء مصر طب التحدي الكبير ده هل بيحتاج نوع من أنواع الدعم معين هل في شركات هيكون لها دور الخطة اللي الدولة حطاها الخطوات فيها أليه تتحرك فيها يا دكتور ممكن تبقى ازاي تمام هو قريدي في حاجات الدولة قامت بيها احنا من حوالي ثلاث أسابيع أو شهر سيادة الرئيس وقع إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وده معايا صندوق لدعم صناعة السيارات لسه اللي هي حتى تنفيذية بتاعت القانون ده أو الهيئة دي نهيان لسه هتبدأ تشتغل دي هتكون زي الأب بتاع كل الجهود اللي هتبقى موجودة في تطوير صناعة السيارات إذا كانت كهربية أو حتى تعمل بالغازة الطبيعية يعني إحنا بنتكلمها على إن إحنا هيكون عندنا مردود في التجاهين اللي حضرتك بتتكلم فيه وممكن إن إحنا نمشي كمان خطوة أكبر وأسرع في فكرة إن إحنا فيه توجه نحو توطين صناعة السيارات في مصر بالزبط كم الحاجة التانية زي ما شوفنا في دول كتير قوي برة في العالم بيبقى فيه نوع من أنواع الحوافز أو الانسانتفز يعني اللي موجودة اللي بيتجه إنه هو يشتري سيارة كهربية زي بنشوف دعم في التجديد بتاع المرور أو الدعم فيه خفض في جزء من الضرائب فيه حاجات شبه كده موجودة وأظن إن ده هيبقى جزء من الحاجات الأجندة بتاعة المجلس أعلى صناعة السيارات الحاجة التانية اللي تعملت وبتدعم لإن فيه بعض الصناعات اللي بدأت تظهر جوه مصر اللي هي صناعة تحويل السيارة اللي هي تعمل بمحرك احتراق داخلي اللي هي تعمل بمحرك كهرابي وصدر برضو تحديث القانون المرور وتم نشره من حوالي برضو حوالي شهر ونص بتعديل إن ممكن السيارة اللي هي تحول من محرك احتراق داخلي إلى محرك كهرابي إنها تتم ترخصها بنفس الطريقة اللي هي كنت تترخص بها في الأصل بعد طبعا رجوع لوزارة التجارة والصناعة لإعتماد التعديل اللي تعمل في العربية ودي حاجة من الحاجات اللي تبدأ تحفز أي صناعة سيارات في العالم عمر ما فيه دولة لوحدها بتعمل صناعة السيارات كاملة متكاملة لوحدها لازم بيبقى فيه سلاسل الإمداد المختلفة اللي هي بنقدر نتحرك فيها إن احنا فيها بعض المكونات هنقدر نعملها في مصر وبعض المكونات لازم هنستورد حتى الروما تيريا أو المادة الخام اللي بيطلع منها الصناعة السيارات دي وبالتالي دعم صناعة التحويل للسيارات ده جزء كويس مهم وحتى البدجت بتاعته أو الميزانية المطلوبة لي مش هتبقى ميزانية كبيرة زي ما أنا أشتري عربية من الأول عربية كعربية وده لازم يتم دعمه